اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لا رأي عليه حريصة فترفع موتورا يلوح غادرا بكسرة ماعون يبيع أصيصة سيلقون ذلا والحصار مصيرهم ويبقون هلكا اذ تدور محيصة ألا فاستبان الأمر مذقال شاعر أعيدوا لنا دينا وهاكم خصيصة أما بعد فيطيب لي أن أكون بينكم مقدما لمحاضرة أعد لها ودعا إليها مركز الرافدين للدراسات الاستراتيجية راسام يستضيف فيها أخا أستاذا من الداخل الفلسطيني من عرب 48 هو الدكتور إبراهيم أبو جابر نائب رئيس حزب الوفاء والإصلاح أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية ليحدثنا عن حكومة نتنياهو السادسة وتداعياتها على الوضع السياسي في المنطقة أهمية الموضوع ومركزية القضية وتخصص المحاضر عوامل تجعلنا نختصر الكلام لنستمع إلى الدكتور إبراهيم أبو جابر فليتفضل مشكورا بسم الله الرحمن الرحيم بداية اسمحولي أن أتوجه بالشكر الجزيل لإخواني الكرام مع حفظ الأسماء والعقاب والمناصب القائمين على مركز الرافدين رسام للدرسات الاستراتيجية ثم أحيي كل هذه الوجوه الطيبة وهذه الوجوه النيرة التي أصرت إلا أن تأتي من أجل حضور هذا اللقاء وهذه الندوة وهذه المحاضرة ولا أنسى طبعاً أشكر أخي على المنصة بارك الله فيك دكتور على هذا التقديم الطيب بداية أخواني الكرام أيها المشاهدون العزاء لا شك أن وصول بن يمين نتنياهو إلى سدة الحكم من خلال الانتخابات التي جرت في واحد أحداش من العام الماضي 2022 يعني تعيد إلى الأذهان دموية هذا الرجل وسياساته العنصرية وذكائه إن صح القول في التعامل مع الكثير من الملفات الموجودة الإقليمية وحتى الدولية فبداية دعوني أقول بأن نتنياهو رغم أنه استطاع من تشكيل حكومة ائتلافية مع المتدينين اليمينيين بالذات سموتريش وبينكفير وحركة شاس ويهدوت هاتورا من الحرديم المتدينين المتزمتين اليهود إلا أنه لا يزال وسيواجه عقبات وعرقيل كثيرة في سبيل تطبيق سياساته لأن القضية أو المعادلة اختلفت فحزب الليكود القائم عليه بن يمين نتنياهو هو حزب يميني صحيح ولكنه حزب يميني لبرالي علماني أما الأطراف الأخرى التي ذكرت فهم صحيح يمينيون ومتطرفون ولكنهم متدينون ولهذا السبب سيفرضون وبدأوا بفرض أجندتهم على حكومة نتنياهو وهناك من المحللين السياسيين من يرون على أن هذه الحكومة قد لا تنهي مدتها الزمنية القانونية أي أربع سنوات وإنما قد تعيش أو تدوم لمدة سنتين في الكثير يعني في الغالب لأنه في هناك كثير من الخلافات بين العلمانيين وبين المتدينين في هذه الحكومة على موضوع السبت وموضوع حتى تشغيل الكهرباء محطات الكهرباء يوم السبت وموضوع التعليم وحتى موضوع الرياضة يوم السبت المتدينون الآن يطالبون بوقف كل هذه الأمور التي يرون أنها تعتبر تدنيسا ليوم السبت المقدس عنده أما إذا نظرنا إلى الساحة الإقليمية والساحة الدولية في هذا المشهد أو لدى حكومة نتنياهو فنرى بأن الصحيح هناك عدة ملفات موجودة على الطاولة لدى حكومة بن يمين نتنياهو والإتلاف الحاكم حاليا يعني وأولى هذه الملفات لا شك أنه الملف الفلسطيني ملف القضية الفلسطينية المغيب أصلا منذ سنين والذي غيبه هو بن يمين نتنياهو بن يمين نتنياهو الذي بعد خطابه في جامعة بار إيلان والذي لا يزال بعض الفلسطينيين للأسف وبعض العرب والمسلمين يعني ما شع عليهم هذا الأمر من أنه قد دعى في هذا الخطاب إلى حل الدولتين لكن من الذي قضى على هذا الطرح ووأده هو نفسه بن يمين نتنياهو ولكن لا شك بأن هذا الطرح هو طرح سياسي الهدف منه منح الفلسطينيين نوع من أنواع الأمل لكي يعيشوا عليه ويدندنوا على أن إسرائيل أو أن المؤسسة الإسرائيلية تدعم حل الدولتين فالحاصل الآن خلال هذه المدن من التسعينات إلى اليوم الطرف الإسرائيلي أدار الصراع مع الفلسطينيين يعني كانت ولا زالت الرؤية الإسرائيلية هي إدارة الصراع وليس حل الصراع أما هذه الحكومة فمن خلال برنامجها السياسي المطروح والمنشور أيضا في وسائل الإعلام نلاحظ بأنه الذي سينهي الصراع مع الفلسطينيين هو والله أعلم بن يمين نتنياه إذن هو سيعمل على ماذا؟ على إنهاء الصراع كيف؟ من خلال وسائل كثيرة من هذه الوسائل أنه أولا قضى على حل الدولتين وهذا الأمر في خلاف بينه وبين الولايات المتحدة على هذا الطرح القضية الأخرى هناك تفكير في ضم الضفة الغربية أو أجزاء من الضفة الغربية للإدارة الإسرائيلية أو للمؤسسة الإسرائيلية مدنيا أي تطبيق القانون المدني الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 وأقصد بها الضفة الغربية أو أجزاء منها وعندما نقول أجزاء من الضفة الغربية نقصد الجيوب الاستيطانية الثلاثة الكبرى اللي هي جيب أريئيل 15 كيلو متر في عمق الضفة الغربية إلى الجنوب من مدينة نابلس ثم جيب قوش عتسيون يعني ما بين الخليل وما بين بيت لحم وهناك عشرات لم يكن مئات المستوطنات ثم مستوطنات مدينة القدس التي الآن قاربت على فصل جنوب الضفة الغربية مع شمال الضفة الغربية من أجل القضاء على أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية ثم الأغوار وعلى واضح أن الكيال الإسرائيلي لن يتنازل عن الأغوار ونقصد الأغوار اللي هي المحاذية للحدود الأردنية أو القائمة على الحدود الأردنية الفلسطينية غربي نهر الأردن فهذا ما يصب إليه نتنياهو لكن قضية الضم في حولها علام السؤال لأن أمريكا واضح أن لها موقف معين معارض معارض ولو إعلاميا لضم الضفة الغربية لأنهم يريدون على استمرار الصراع وعلى بقاء الفلسطينيين على أمل في حل حلت هذا الموضوع طبعا هذا الأمر يعطي إسرائيل فرصة للتواغل الاستيطاني أكثر فأكثر ثم حكومة نتنياهو على مستوى وسموتريش وبنكفير عندما نقول هذه الحكومة هي حكومة ثلاثية مكونة من نتنياهو وسموتريش وبنكفير أي اللي هم رؤساء لأحزاب أخرى العثماء يهودي أو القوة اليهودية أو الصهيونية الدينية اللي هي بزعامة سموتريش والقوة الدينية أو الصهيونية الدينية هي بزعامة بنكفير هذا المتطرف اللي هو أحد تلميذ كهانة المجرم الإرهابي فلهذا السبب هؤلاء يؤثرون على أو أثروا على البرنامج السياسي لدى حكومة نتنياهو سيزيد أو ستزيد عمليات القمع لأهلنا في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 وتحديدا في الضفة الغربي ولن يتوانى نتنياهو في ظل أي متغير أمني أو سياسي ولا ربما أمني أكيد في المنطقة أيضا على ضرب قطاع غزة أو على شن حرب أو وجبات عسكرية معينة هجمات عسكرية معينة ضد القطاع فإذا سياسة القمع ستزيد في الضفة الغربية عمليات الاعتقال عمليات القتل لأن سموتريش وبنكفير كل منهما الآن لديه حقائب وزري يعني سموتريش هذا المتطرف وزير في وزارة الحرب خلينا نسميه اللي بسموها وزارة الدفاع الإسرائيلي هو وزير داخل وزارة الدفاع إن صح القول وعنده صراحيات أما بنكفير فهو مسؤول وسمى نفسه وعطوه وزارة يعني طوروها شوي وزارة الأمن القومي مش وزارة الأمن الداخلي كان اسمها وزارة الأمن الداخلي أيام أحنى اللي هو الآن رئيس الكنيسة أما هو لا طور هذه الوزارة من أجل أن يحصل على صلاحيات أكثر في قتل الفلسطينيين وقمع الفلسطينيين وسلب أراضي الفلسطينيين إلى آخره فهو الآن رئيس وزارة الأمن القومي وعندما نقول وزارة الأمن القومي أي القوم اليهودي القوم اليهودي ليس في مصلحة العربي أبدا ومن جمة الأشياء التي سيركز عليها فلسطينيو الداخل ما يسمه بعرب الثمانة واربعين وهو يريد قمع الفلسطينيين لماذا لأنه قالها بصراحة لن ينسى ما حصل في العام 2021 في شهر خمسة شهر أيار ما يعرف عندنا بهبة الكرامة التي تحركت فيها المدن الفلسطينية كلها تقريبا وبالذات مدن الساحل يعني اللد ويافة وحيفة وعكة هذه من أبرز المدن في الداخل التي كان لها بروز وظهور خلال هبة الكرامة إضافة إلى القرى والمدن الفلسطيني الأخرى مثل أم الفحم والناصر راهط كفر قاسم ومدن كثيرة أخرى فهو يريد بن كوسين بن كوسين أقول لها تأديب عرب الثمانة واربعين لماذا لأنه يرى وغيره طبعا من سدنة الحكم والسياسة في إسرائيل على أن عرب الثمانة واربعين صار عندهم منحنى جديد ودعم للقضية الفلسطينية أكثر من قبل لأنه معروف هذا الأمر أنه الصحوة والوعي لدى فلسطيني الداخل زاد فهو الآن أراد ويريد وعلى ما يبدو إن لم يوافق نتنياهو على هذا المخطط وعلى هذا المشروع فعلا الجحيمي أو كذا فلربما يهدد بالخروج من الاعتلاف الحكومي وهنا هو يمسك بنتنياهو من الأيد اللي بتوجعه فإذا ما نتوقعه بالذات على مستوى عرب الثمانة واربعين قمع أكثر ملاحقات سياسية أكثر لربما عمليات اغتيال لا نعلمها أو قتل في ظل أي تحرك من عرب الثمانة واربعين خاصة وأنه قد قال وأنا سمعتها في الإذاعة أظن القناة أو الثاني الإسرائيلي أنه كل من يرمي حجر سيعطي أمر بقتله بإطلاق النار عليه كل من يرمي زجاج معينة على ما يسمى بالأجهزة الأمنية الإسرائيلية يعطى الحق للجند له الحق في إطلاق النار فإذا سنشهد بناء على هذه الأجندة سنشهد مشاهد دموية كثيرة في ظل هذه الحكومة طبعا فيما يتعلق بالدولة الفلسطينية والسلطة الفلسطينية السلطة الفلسطينية نقول للأسف الشديد هي شلتها إسرائيل وهي مشلولة يعني لا تستطيع أن تفعل شيئا وعلى ما يبدو أنه هناك من يرى أنهم استسلموا للأمر الواقع لأنه إسرائيل تصرح وتمرح من النحي الأمني ولا تعيرهم انتباها وتبقى القضية العلاقات بين الطرفين هي قضية مالية قضية اقتصادية في حصول السلطة الفلسطينية على أموال ما تسمى بالمقاصة أي الجمارك والضرائب التي تساوي بين 240 مليون شيكل إلى 250 مليون شيكل شهريا تحصل عليها السلطة الفلسطينية التي هي أصلا أموال للتجار الفلسطينيين أموال للتجار الفلسطينيين ولرجال الأعمال إذا حل الدولتين تقريبا نتنياهو سيقضي عليه نهائيا وطبعا نقول ذلك بناء على التصريحات وبناء على مواقفه المعادية أصلا والرافضة لإقامة دولة فلسطينية بالعكس من أن يفكرون في كما ذكرت ضم الضفاء الغربي نقول هذا الملف الأول الساخن الموجود على طاولة حكومة نتنياهو حاليا أما الملف الآخر على مستوى الإقليم فلا شك في الدرجة الأولى هو الملف الإيراني ملف النووي الإيراني ونحن نعرف بأن نتنياهو يعني له دور كبير أو حكومة إسرائيل وبالذات نتنياهو له دور كبير جدا وفعال في إلغاء الاتفاق الذي أبرم بين إيران وبين أمريكا وكبريات الدول الأوروبية ما يعرف بالاتفاق النووي الإيراني ونتنياهو كلنا يذكر عندما زار البيت الأبيض وألقى خطاب في الكونغرس الأمريكي وبدون حضور الرئيس الأمريكي وقتها أوباما وهذه أعدت وحسبت إهانة كبرى للرئيس أوباما بل للحزب الديمقراطي الأمريكي وأيامها حينها كان الرئيس بايدن الحالي نائب الرئيس نائب أوباما فهذه القضية هي التي الآن خلقت نوع من أنواع أن العلاقات بين الطرفين يشوبها بعض الفتور فيما يتعلق بالملف الإيراني طبعا هو سيستخدمه كفزاعة من أجل حض بعض الدول العربية التي حتى الآن لم تطبع مع الكيان الإسرائيلي على التطبيع وفي الدرجة الأولى المملكة العربية السعودية يعني خلال حملته الانتخابية ذكر ذلك لأنه في هناك أيضا العلاقات السعودية الأمريكية يشوبها شيء من الفتور لأنه السعودية الآن بدأت تتجه شرقا نحو منظمة شانقهاي والصين وروسيا وحتى هناك حديث بين المملكة العربية السعودية وإيران فهو يعني ينظر على السعوديين بأنه هو مستعد على تحسين العلاقات بين الرياض وبين واشنطن مقابل إيش؟ مقابل تطبيع السعودية أو المملكة العربية السعودية مع الكيان الإسرائيلي يعني مثل الجزرة اللي بدير مياه السعودية من أجل إعادة علاقاتها إلى نصابها السابق أما على مستوى إيران هو دائما على فكرة ولا أظن بأن هذا الأمر يعني هناك من يستبعده أنه فعلا تقوم يقوم الكيان الإسرائيلي أو المؤسس الإسرائيلي بقسم المفاعلات النووية الإيرانية وبالذات نتانز وغيرها من المفاعلات الإيرانية لكنه يروج لذلك من أجل طمأنة الشارع الإسرائيلي ومن أجل حصد ما يمكن حصده من مقاعد داخل الكنيسة لكن هناك بعض المحللين الإسرائيليين ونشر في الإعلام وبتحديدا في جريدتها آرج على أنه فعلا يعني سابقا مش هذه المرة المرات السابقة أو آخر مرة كان فيها بالحكم قبل أن تصل إلى الحكم حكومة التغيير برئاسة نفتالي بنت ويائير لبيد والجماعة اللي معهم من عرب ومن غير عرب أنه مرتين قرر قصف المفاعلات الإيرانية بناء على وسائل الإعلام الإسرائيلي إلا أن المستوى العسكري منعه من ذلك وعادة على مستوى بعض القرارات الصعبة العسكر الجيش والمخابرات أجهزة المخابرات تكون لها مواقف واضحة وكثيرا ما خالفوا رئيس أو الحكومة الإسرائيلية في بعض الإجراءات لكن القرار النهائي بيد رئيس الحكومة فمرتين حاول ضرب فعلا المفاعلات الإيرانية إلا أن المستوى العسكري رفض ذلك وتراجع عنه فهو الآن يدندن على هذا الموضوع ثم طبعا على مستوى الملف الإيراني إيران ليست وحدها في المنطقة كما نعلم إيران تغلغلت في بعض الدول العربية وهناك كما يقول المحللون ثلاث عواصم عربي بيد إيران يعني سواء زائد ناقص بيد إيران يعني العراق بغداد كما نعلم وهناك دمشق وأيضا في اليمن وأيضا في لبنان لديهم حضور قوي جدا فإسرائيل لن تتوانى أو الكيانة الإسرائيل لن تتوانى في ضرب المصالح الإيرانية في هذه الدول يعني أكيد هناك شغلات تحصل في العراق من وراها المخابرات الإسرائيلية أو لا ندري بنان على بعض وسائل الإعلام الأجنبي أما في سوريا فتقريبا شبه يوميا صح القول أو أسبوعي هناك هجمات عسكري تقوم بها إما الطائرات الإسرائيلية الحربي أو عن طريق الصواريخ بعيدة يعني قصيرة المدى وبعيدة المدى في قصف حسب ما تدعي إسرائيل أهداف إيرانية في سوريا وقبل أيام أخرجوا مطار دمشق الدولي عن الخدمة وأخرجوا مطار حلب أكثر من مرة عن الخدمة وضربوا مواقع استراتيجية وعسكرية في ميناء طرطوس بالدعاء أنها يعني شحنات عسكرية إيرانية للنظام السوري ثم هناك حسب وسائل الإعلام أيضا أن طائرات إسرائيلية شاركت أو في قصف مواقع للحوثينيين في اليمن خمس طائرات إسرائيلية الحديث عن خمس طائرات شنت هجوم معين على مواقع للحوثينيين في اليمن نحن نقول دائما أن هذه المعلومات هي عبارة عن تسريبات تتم من خلال بعض وسائل الإعلام المرئية أو المسموعة أو المقروعة لكن من أيام فترة شارون من 2002 و2003 هدد شارون بقصف المفاعلات الإيرانية لكن حتى الآن لم نشهد شيئا من ذلك صح هناك عمليات تتم داخل إيران من الداخل الإيراني إما عن طريق إيرانيين يعملون لصالح الكيان الإسرائيلي أو عن طريق عملاء هم أصلا من المساد ويعملون على مستوى الأراضي الإيراني ولا أستبعد أن تكون للكيان الإسرائيلي يد في الأحداث الجارية الآن داخل المدن والقرى أو تحديدا المدن الكبرى داخل إيران لكن هل ستقدم إسرائيل على قصف المفاعلات الإيرانية أظن هذا الأمر يحتاج إلى حسابات كثيرة وأنا شخصيا أستبعد هذا الشيء لماذا؟ في الدرجة الأولى بسبب الموقف الأمريكي واضح أن أمريكا ليست مع هذا الطرح أمريكا لها حساباتها الخاصة صحيح أن الطرف الإسرائيلي يؤثر بسبب اللوب الصهيوني اللي موجود داخل أمريكا اللي هو الآن نوعا ما معارض لنتنيا وافق الآن هناك أطراف يهودي صهيوني داخل أمريكا من اليهود أنفسهم معارضين لحكومة نتنياه لماذا؟ بسبب ضمه لسموتريج وبنكفير هذان المتطرفان فإذن قصف المفاعلات الإيرانية قضية أظن أنها مستبعدة في ظل متغيرات الدولية والإقليمية والمصالح الأمريكية في المنطقة الآن على مستوى ملفات أخرى على مستوى مثلا الحرب الروسية الأوكرانية هي مطروحة أيضا على طاولة الحكومة الإسرائيلي والكيان الإسرائيلي له مصالح سوريا لا روسيا وله مصالح أيضا في أوكرانيا فإذن نتنياهو المتوقع أن يفعله خلال هذه المدة اللي هو استغلال علاقته الجيدة والقوية مع بوتين مع الرئيس الروسي تربطه علاقات قوية جدا مع الرئيس الروسي بوتين وهو الذي وقع الاتفاقية في موسكو مع بوتين على أن روسيا تعطي إسرائيل أو الكيان الإسرائيلي الضوء الأخضر لقصف أهداف عسكرية معينة في سوريا وإلا أين ذهبت صواريخ S-300 و S-400 في الآخر روسيا سحبتها إذن لماذا اشترتها سوريا أليس من أجل مواجهة الطائرات الإسرائيلي واضح أنه لا إذن هناك العلاقات سيستغل نتنياهو علاقاته القوي والجيدة مع بوتين من أجل الاستمرار في ضرب مواقع عسكرية الداعي أنها إما لحزب الله اللبناني أو لقوات الحرس الثوري الإيراني في سوريا هذه نقطة النقطة الأخرى أيضا هو سيطارد الإيرانيين في أوكرانيا وهناك حسب وسائل الإعلام أن الكيان الإسرائيلي زود أوكرانيا بصواريخ معينة دقيقة هو لم يذكر لكن وسائل الإعلام لم تذكر اسم الوسائل العسكرية لكن أنا أتوقع أن تكون القبة الحديدية التي يستخدمها في مواجهة الصواريخ التي تطلق من قطاع غزة وهي دقيقة إلى درجة معينة طبعا ما هو الهدف من تزويد أوكرانيا بهذه المعدات العسكرية المتطورة هو من أجل مواجهة المسيرات الإيرانية التي أعطتها أو باعتها إيران لروسيا من أجل ضرب أوكرانيا فإذن أيضا هناك ملاحقة إسرائيلية للوجود أو للطائرات أو المسيرات الإيرانية التي تستخدمها روسيا ضد أوكرانيا الآن المتوقع في الملف الروسي الأوكراني سياسيا وديبلوماسيا أن يتمكن وهذا شيء غير محسوم هذا السيناريو أن يتمكن بنيمين نتنياهو من الوساطة بين روسيا وكييف بين موسكو وبين كييف يعني بين روسيا وبين أوكرانيا والرجل محنك الرجل عنده كاريزمة وليس بسيط حتى أن اليهود بسموه ملك ملوك إسرائيل اليهود بسموه ملك ملوك إسرائيل ما فعله للكيان إسرائيلي لم يفعله دافيد بن كوريون ولا أرييل شارون لا أبدا للي بدروا سيرة حياة هذا الرجل وإن جزاته بين كوسين للمجتمع الإسرائيلي أو للكيان الإسرائيلي يرى أن ما فعله أكثر مما فعله دافيد بن كوريون أول رئيس للكيان الإسرائيلي وأرييل شارون الدموي الذي روي من دماء الفلسطينيين واللبنانيين والعرب فهذا الرجل لديه حنكة ولديه كاريزمة فإذن غير مستبعد أن يتمكن من تقريب وجهة النظر بين القيادة الروسية والقيادة الأوكرانية ويجلس على طاولة المفاوضات ولربما يعني يتمكن من حلحلة الأزمة داخل أوكراني الملف الآخر المهم الإقليمي وهذا ليس بسيط هو ملف التطبيع ملف التطبيع الذي نوعا ما يعني خف وتراجع بعض الشيء في ظل حكومة نفتالي بنت ويئير لبيد رغم أنهما متطرفان واللي بيعرف سيرتهم الذاتية وما فعلوه إما عسكريا وبالذات نفتالي بنت في لبنان ومجزرة قانا الذي فعلها نفتالي بنت لما كان السلاح المدفعي وأخذ أوامره من شمعون بيرس وهي مجزرة قانا الذي استشهد فيها حوالي 98 من أهلنا ومن فلسطينيين ولبنانيين وغيره وأغلبهم من كبار السن في جنوب لبنان في الـ 94 تقريبا نعم فإذن ويئير لبيد والذي يعرف من هو أبو يئير لبيد المتطرف العنصري يعرف من هو يئير لبيد ابنه إنسان متطرف صحيح هو يعني علماني لبرالي يكره المتدينين ولكنه عنصري ولديه كراهية عمياء للفلسطينيين وللعرب وللمسلمين الآن على المستوى التطبيع خفت نوعا ما في ظل التطبيع خفت في ظل حكومة نفتالي بنت ويئير لبيد ما تعرف بحكومة التغيير أما نتنياو فهو أبو التطبيع إن صح القول المعاصر يعني بعيدا عن اتفاقية كام ديفيد مع مصر التطبيع مع مصر والتطبيع مع الأردن خلال اتفاقية وادي وادي عرب اللي كانت في أيام إسحاق رابين واللي قبلها مع مصر كانت في أيام مناحم بيجن عندما كان رئيسا لللكود ورئيسا للوزراء أما التطبيع المعاصر أبو التطبيع الأب الروحي للتطبيع هو بن يمين نتنياهو استطاع أن يطبع بناء على اتفاقيات إبراهيم أو أبراهام التي وضعتها أمريكا وبالذات كوشنير في ظل الرئيس الأمريكي ترامب اللي كان الرئيس السابق لأمريكا استطاع أن يطبع مع دولة الإمارات ومع البحرين كما نعلم ومع السودان ومع المغرب يعني هذه دول عربية وازنة وكل الدول العربية وازنة كما نعلم ولكن موضوع السعودي تأخر لأن السعودي لديها حساباتها الخاصة هو الآن يريد ما يعرف بموضوع العصى والجزرة تخويف وتلويح بشماعة إيران وبالنووي الإيراني وعلى أن إيران عبارة عن خطر استراتيجي يهدد دول خليج وأنا لا أقول أنها لا تهدد يعني العالم العربي هذه قضية أخرى لكن نحن نتحدث سياسي هو يريد أن يرفع هذه الشماعة مرة أخرى وهذه الراية مرة أخرى من أجل تغط وتخويف بعض الدول العربية من أجل التطبيع مع الكيان الإسرائيلي هذه قضية لهذا السبب هو يعمل الآن على إكمال عمليات التطبيع التي بدأها إما مع المملكة العربية السعودية أو مع السودان لأن الأمر مع السودان حتى الآن لم يرتقي إلى مستوى تبادل السفراء وفتح السفرات في الخرطوم وفي تل أبيب ثم هناك حديث عن دول عربية أخرى مثل عمان وحتى هناك حديث عن العراق وهناك بعض المسؤولين العراقيين زاروا تل أبيب يعني بالذات أكاديميين وسياسيين وهناك أمور أخرى موجودة مكاتب وغير مكاتب موجودة في تل أبيب لجهات عراقية فهم يعملون أيضا على العراق لأنه كما نعلم في العالم العربي في عنا كذا دولة وازنة وقوية يعني ومعروفة من جملة العراق يعني سوريا والعراق المملكة العربية السعودية ومصر تعتبر في طليعة الدول العربية وبالذات العراق لهذه الدولة يعني معروف تاريخها وجودها في فلسطين سابقا في فترة الثمانة واربعين والسياسات الخارجية والشعارات التي رفعت إضافة إلى ثقلها وإلى الموارد الاقتصادية التي تمتلكها العراق بالذات البترول العراقي إضافة إلى ماذا إلى أيضا تاريخها وحضارتها فيما يتعلق بالشيء الأخير وأنهي إن شاء الله أنه على مستوى أمريكا صحيح نحن تحدثنا في أمور كثيرة اللي هي فعلا نتنياهو وضعها على الطاولة هو وحكومته لكن هل يعني أن نتنياهو يعني مطلق الحرية في تطبيق كل ما يصب إليه أظن أنه لا لأن عادة السياسة هي فن الممكن والدول عبيد لمصالحها والكيان الإسرائيلي عنده مصالح على مستوى الأقليم وعلى مستوى العالم فإذن لديه مصالح كثيرة جدا استراتيجي وغير استراتيجي واقتصادي وإعلامي مع الولايات المتحدة الأمريكية فلا أظن بأن نتنياهو يعني الأندو كارزما أنه سيفرط بذلك وسيصعد العلاقات بين تل أبيب وبين واشنطن فالمتوقع في الزيارة القريبة لأنه في هناك حديث عن زيارة لنتنياهو لواشنطن أنه فعلا يستطيع نتنياهو من تحسين العلاقة مع واشنطن لأن أمريكا لديها متحفظة على ضم المتطرفين سموترش وبينكفير إلى الحكومة بسبب تصريحاتهم الفضة والعنصرية ضد الفلسطينيين وضد غير الفلسطينيين ثم لديهم لدى أمريكا تحفظات على موضوع تهميش حل الدولتين في أجندة حكومة نتنياهو ثم الخلافات حول الملف النووي الإيراني لأنه كما نعلم هذا الحزب الديمقراطي الحاكم الآن وسياسة الخارجية تختلف عن الحزب الجمهوري الذي كان بالطول والعرض مؤيدا لإسرائيل ولنحن لا نقول بأن الحزب الديمقراطي مؤيدا للفلسطينيين ولا للقضية العربية ولا للقضية الإسلامية لا ولكن كل من الحزبين لديه أجندته ولديه رؤيته الخاصة ومشروعه الخاص فالمتوقع تحسين العلاقات مع واشنطن في خلال هذا العام على ما يبدو خلال زيارة نتنياهو إلى واشنطن يعني خلينا نقول هذه بالمجمل الخطوط العريضة لسياسة الحكومة الإسرائيلية على مستوى الإقليم ونقول للعالم تقريبا ولو بشيء من الاختصار أعطيكم العافية بارك الله في حسن استماع شكرا جزيلا للأستاذ الدكتور إبراهيم أبو جابر على ما قدم وأفاد من حقائق وتصورات وأفهام وانطباعات فتحت الباب واسعا على ملفات الأمن في داخل إسرائيل أو الأمن الإقليمي أو ملف التطبيع وكلها ملفات تحتاج منها مزيد من الاستفسارات والمداخلات نفتح باب المداخلات والأسئلة آملا أن لا تتجاوز المداخلة والسؤال أكثر من دقيقتين وشكرا لكم نبدأ بالدكتور يحيى الطائي عضو الأمان العام لهيئة علماء المسلمين ورئيس مركز راسام مركز الرافدين للدراسات الاستراتيجية فليتفضل مشكورا بسم الله الرحمن الرحيم حقيقة تقريبا غطى الدكتور على كثير من الأمور ولكن أعتقد في المحور الثاني توجد نوع من الضبابية وهذه تحتاج إلى تفكيك حتى المشاهد والمستمع يعرف حجم الصراع هناك فرق بين مستويين في العلاقة بين إسرائيل وإيران هناك علاقة ستراتيجية وهذه علاقة قديمة يعني إلى تعود إلى منذ نشأة دولة إسرائيل بحيث أن إيران من ضمن الدول اللي كانت لها اعتراف واضح وكان الشاه هو المنفذ لكثير من الأمور اللي حصلت وما بعد ذلك عندما أتت السلطة الحالية في إيران إلى الحكم والكل يعني يتذكر فضيحة إيران جيت أو ووتر جيت كما سميت في حينها وهذه تعطي حجم العمق الستراتيجي أو العلاقة الستراتيجية بين النظامين الإيراني نتكلم عن علاقة أنظمة والنظام في إسرائيل وهذه مستمرة ولم تنقطع وكثير من الملفات هي ملفات مشتركة لكن هناك صراع ليس استراتيجي وإنما صراع على نفوذ إيران كدولة إقليمية تحتاج إلى تحسين وضعها التفاوض بامتلاك أوراق ضغط في هذه المكانات فإذن الصراع بين إسرائيل وإيران لا يصل إلى مرحلة كسر العظم كما نسميها إلى ضرب المفاعل نوى ذلك أنا أتفق مع حضرتكم في أنه لن يضرب المفاعل نوى الإيراني من قبل إسرائيل وإسرائيل لن تصل إلى مرحلة تخلخل الحلف الستراتيجي القديم وإنما لا تزال في مرحلة قضم الأظافر أو تقليم الأظافر في بعض الأماكن لتعطي رسالتين الرسالة الأولى لأن هناك وجود صراع دون الإشارة إلى طبيعة الصراع هل هو استراتيجي أم صراع نفوذ المسألة الثانية وحضرتك ذكرتها في المحاضرة هي عملية دفع الدول الأخرى بوجود عدو آخر فبالتالي أنت أمام خيارين أما أنت تتحالف مع هذا أو تطبع مع هذا فحقيقة هذه تحتاج إلى إضاح أكثر المسألة الأولى والسؤال هنا أنتم ذكرتم بأن حكومة نتنياهو من الممكن أن لا تكمل دورتها الانتخابية أربع سنوات طيب إذا كان هناك اليمين المتطرف في الحكومة ومع ذلك لن تستمر إذن ما هو القادم؟ شكرا جزيلا السلام عليكم شكرا لأستاذ أبو جابر على حضوري لإسطنبول وعلى هذه المحاضرة القيمة وأن يشعر بسعادة لفرض شركاء نتنياهو المتطرفين تقاليدهم السبتية على حكومتي يا أستاذ عسى أن يثبت الدهر كله وليس يوم السبت فقط لدي سؤالان الأول عن السلطة الفلسطينية هذه التي ذكرت أنها مستسلمة بالكامل هل يفكر الفلسطينيون بحل التعامل معها؟ أليس من ضوء في نهاية هذا النفق الذي كبد الفلسطينيين خسائر فادحة قصوصا متوقع مجيء دحلان ومعروف من هو دحلان وربما ترحم الفلسطينيون على عباس بعد مجيءه المسألة الأخرى فيما يخص التطبيع نتنياهو كما ذكرت أنه أبو التطبيع وقد تلتحق السعودية في ظل حكومته لكن إيقافه لحل الدولتين ألا يشكل تأخيرا لعجلة التطبيع مع دول عربية مثل السعودية السعودية تشترط حل الدولتين حتى تطبع فألا يكون هذا موقف متشدد تأخير أو إيقاف لعجلة التطبيع مع شكرنا وتقديرنا لحضوركم ماجد الجميل من قناة الرافدين الفضائية الحقيقة عندي سؤال وإذا جاز لي أن أتحفظ على معلومة ذكرها الدكتور أبو جابر إذا كان صدر يتسع فحتى أقولها المعلومة تقول عن قصف إسرائيل للحوثيين الحقيقة هذا يتماهى ويتناغم مع الخطاب السياسي الإيراني والآلة الإعلامية الإيرانية من أن أعمال التحالف العربي في اليمن مشارك فيه إسرائيليون وأمريكيون وأن هذا العدوان الإسرائيلي على طرف مقاوم وهذا الحقيقة أعتقد تسويقها أو ترويجها من عندنا غير مناسب ولا يحتاج الحقيقة الإسرائيليون أن يقصف الحوثيين في اليمن هذا الحقيقة الملاحظة الأخرى هل يتوقع الدكتور أبو جابر انتفاضة فلسطينية شعبية في المرحلة القادمة لمواجهة الحكومة الإسرائيلية المتطرفة وأجندتها في ظل هذا العجز العربي والتطبيع العربي الرسمي مع إسرائيل وارتهان قوى المقاومة الفلسطينية التقليدية والمعروفة للأجندة الإيرانية مرتهنة بالكامل فانتفاضة شعبية فلسطينية تتقدم على خيارات القوى الوطنية المقاومة التقليدية وأشكعك فاروق شريف من قناة الرافدين السؤال الدكتور المتغيرات الدولية وظهور بداية التحالفات الجديدة على الساحة العالمية هل سيكون لها تأثير على القضية الفلسطينية عموما؟ شكرا حاطم الفلاحي باحث بمركز الرافدين لدراسات استراتيجية حقيقة لدي سؤال في طبيعة العلاقة ما بين الكيان الصهيوني أو ما بين يتناهو وبين الرئيس الروسي تفضلت بأن هناك علاقة قوية تربط الرجلين في هذه القضية ألا يتناقض هذا مع قضية القبة الحديدية وإعطاها إلى أوكرانيا؟ شكرا جزيزي بداية هنبشكر يعني الإخوة الذين قدموا بداخلات وأسئلة ولا شك أن هذه الأسئلة أسئلة استراتيجية أسئلة استراتيجية وأسئلة جدا مهم فسأحاول إن شاء الله قدر مستطاع الإجابة في ظل ما أراه مناسبا لواقع الحال فبالنسبة للسؤال السؤال الأول طرحه الدكتور يحيا أنه المتعلق بموضوع الخلافات بين مكونات الحكومة الإسرائيلية نحن كنا أن الحكومة الإسرائيلية مكونة من تيارين تيار يميني علماني ليبرالي يعني بعيد عن الدين والتيار الآخر يميني عنصري أو متطرف ديني أي يتمسك بالسابت وبتعليم السابت وبكل الحذفير الديانة اليهودية هذا الأمر أنا قلت أنه لربما حسب بعض القراءات السياسية لن يطيل عمر الحكومة الإسرائيلية الحالية لأنه فعلا هناك يعني صراع منذ أن تم الإعلان أو إقامة الكيان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية عام 1948 بين العلمانيين وبين المتدينين وحصلت اتفاقية تعرف باتفاقية جنتلمان بين دافت بن جوريون وقيادات الحرديم والمتدينين اليهود ولكنها يعني لم وهذا الأمر هو الذي عطل إعلان دستور في الكيان الإسرائيلي الآن إذا فعلا دامت حكومة نتنياو سنتين ثلاث لا نعلم سنة ونصف فما هو ما الذي سيحصل بناء على السؤال المطروح أنه في هذه الحالة يعني هناك متوقع أن تحصل قلاقل ومشاكل حاليا والحديث الآن كما سمعنا اليوم في وسائل الإعلام هناك دعوة لمظاهرة ضخمة جدا في تل أبيب من قبل المعارضة أو ما يعرفوا بالمعارضة يعني أتباع حكومة التغيير جماعة نفتالي بنت ويائر لبيد والأحزاب وحزب العمل وحزب ميرت وغيرها من الأحزاب التي كانت منضوية تحت حكومة يائر لبيد ونفتالي بنت فهناك إذن الاحتجاجات وبدأت هي الاحتجاجات بدأت يعني على مفارق الطرق وعلى الجسور بدأت الاحتجاجات ضد حكومة نتنياو وبسبب هذه العلاقة اللي بدأت بين المتدينين وبين العلمانيين من حزب الليكون فهناك أيضا دعوة لمظاهرة ودعوة لأعمال وتحركات اللي ممكن بناء على بعض الكراءات السياسية قد تؤدي إلى لا أريد أن أقول حرب أهلي وإنما إلى منوشات وإلى يعني مظاهرات صاخبة ضد الحكومة نتنياو هذا الأمر ممكن أن يؤدي في ظل وضع ما لنفس ما حصل لحكومة التغيير ممكن فعلا هذا الأمر متوقع جدا أنه يرضى خنتنياو لهؤلاء المتظاهرين وللمعارضة اللي ممكن فعلا يقوم بتجيش شرائح معينة من المجتمع الإسرائيلي بين كوسين وهذا الأمر طبعا السياسي دائما بوزن الأمور وممكن بناء على هذا الحشد الشعبي الداخلي بعيدا عن الحشد الآخر المعروف بالزبط ممكن أن يؤدي إلى انفصال بعض مكونات حكومة نتنياو وتحديدا المتدينين لأنه سيضطر إلى الرضوخ للعلمانيين الموجودين لربما سيصبحوا في الشوارع والتنازل عن بعض أجندة حكومته وهذا الأمر سيؤدي إلى فك الائتلاف وإلى التصويت داخل كنيسة ضد الحكومة وهذا الأمر سيؤدي إلى انتخابات جديدة أو مبكرة داخل الكيان الإسرائيلي هذا السيناريو غير مستبعد لأن هذه التوليف داخل الحكومة الإسرائيلية توليف غير طبيعية تقريبا لأنه ولو أن الطرفين متدينين ولكن هناك عداء تاريخي عداء تاريخي بين المتدينين والعلمانيين لأن العلمانيين لديهم أجندة فعلا تصعيدية لا تتلاءم مع العرف السياسي ولا الدبلوماسي نسبة للسؤال الآخر معروف أخونا معروف أيها أن التحالفات الجديدة أو خليني بناء على اللي أنا كتبته أنه موضوع حل موضوع السلطة الفلسطينية أنا قلت أن السلطة الفلسطينية تعاني من وضع جدا يعني صعب طبعا هذا حصل بناء على اتفاقيات وتفاهمات أوسلو لأن الذي يحصل الآن داخل أراضي الفلسطينية هو منصوص عليه في اتفاقيات أوسلو سواء التنصيق الأمني أو العلاقات الاقتصادية أو بعض الأمور الأخرى التي لا يستطيع أو لا نريد أن نقولها كل هذه الأمور تندرج داخل اتفاق أوسلو فهذا الأمر يعني لربما يحتاج من القيادة الفلسطينية وأنا لست متحدثا باسم أخواننا الفلسطينيين وإنما لربما تحتاج من القيادة الفلسطينية إلى الانسحاب من اتفاق أوسلو الذي وأده نتنياهو نتنياهو الذي قضى على اتفاق أوسلو ثم التفكير في مستقبل السلطة الفلسطينية وفعليتها أو التفكير في مستقبل بعض الإجراءات التي تتم بين الطرف الإسرائيلي والطرف الفلسطيني وهذا باختصار فيما يتعلق بالسؤال حول موضوع الانتفاضة ثالثة أقول بكل وضوح أنه حقيقة ونحن تقريبا شبه يومي نتعايش مع إخواننا من الضف الغربي الفلسطينيين هناك وعايشين الأمر عجلودنا يعني أنه الناس وصلت فعلا إلى مستوى الإحباط خلينا نسميه ليس أكثر من هيك لا أريد أن أقول الناس وصلت إلى مستوى إحباط فيما يتعلق بالمستوى بالقضية الموضوع الاقتصادي أو حتى موضوع السياسي أو حتى الموضوع الأمني يوميا هناك شهداء يوميا الجيش الإسرائيلي يقتل من الشباب الفلسطينيين عمليات الاكتحام عمليات الإهانة على المعابر عمليات الاعتقال عمليات المطاردة وما إلى ذلك بصراحة الشباب الفلسطيني أو الشعب الفلسطيني وصل إلى درجة الإحباط هذا الأمر ممكن أن ينفجر في وجه الجميع في وجه الجميع على رأسهم الطرف الإسرائيلي وشهدنا ما حصل في القدس ويحصل في نابلس ويحصل في جنين وهذا الأمر يعني أنا لا أجزم أنه قد تحصل انتفاضة لأنه في هناك حسابات أخرى وهناك جهات أخرى غير معنية غير معنية بانتفاضة ثالثة أبدا لأنه البعض بقول والله إحنا عندنا مشروع والانتفاضة الثالثة ستعطل هذا المشروع فأنا أستبعد حصول انتفاضة في المدى القريب لكن إذا استمرت الأوضاع بهذا التأزم وبالذات في ظل الحكومة الإسرائيلية الفاشية الحالية يعني غير مستبعد ولكن أنا لا أجزم أنه ستحصل لأنه في هناك أطراف غير معنية وهي نافذة وموجودة على الأراضي الفلسطينية الآن فيما يتعلق بسؤال المتغيرات الدولية وأثرها على القضية الفلسطينية لا شك أنه الفلسطينيين هم جزء من العالم ويتأثروا بكل الحاصل والقضية الفلسطينية هي قضية كل الأمة ولا شك أنها ستتأثر بالمتغيرات وهنا لربما أنا أعرج على بعض هذه المتغيرات اللي ممكن أن تحصل هي التمدد الصيني في المنطقة الصيني الروسي لأن هناك منظمة لربما كثير مننا لم يسمعنا تم تأسيسها في الصين في شنقهاي منظمة شنقهاي والصين تعمل تحت مظلة منظمة شنقهاي تأسست في التسعينات أو في الألفين في الألفين وواحد وهذه المنظمة تتمدد وهناك دول إسلامية ودول عربية أعضاء فيها فإذن لا شك أن القضية الفلسطينية ولحظنا زيارة الرئيس الصيني لمجلس التعاون الخليجي وإلقاء خطاب واضح وتطرق للقضية الفلسطينية فلربما الصين ومنظمة شنقهاي يعني تشتغل على هذا الوطر على وطر دعم الفلسطينيين ودعم القضية الفلسطينية من أجل ماذا جذب العالم العربي والإسلامي إليها على حساب من الولايات المتحدة الأمريكية لكن هل ستسمح أمريكا للصين بهذا الشيء حصل هذه قضية فيها حسابات دولي السؤال الأخير وأنا أطلق السؤال الأخير فيما يتعلق بالعلاقة بين بوتين ونتنياهو والحرب الأوكرانية أنا أقول صحيح أن الطرف الإسرائيلي حسب وسائل الأعلام يدعم الأوكرانيين والعلاقات الروسية الإسرائيلية فترت في ظل حكومة نفتالي بينت ولبيت هذا كلام معروف وسائل الأعلام دائما كانت تتحدث عن ذلك أما في ظل حكومة نتنياهو ما أتوقعه أن الوساطة ما بين موسكو وبين كييف وعلى أن تبقى العلاقات الإسرائيلية الأوكرانية كما هي والعلاقات الإسرائيلية الروسية كما هي أي أن يكسب الطرفين نتنياهو هذا ما أتوقع هنا شكرا جزيلا دكتور إبراهيم أبو جابر في الختام لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر والعرفان للأستاذ الدكتور إبراهيم أبو جابر على ما قدم لنا ما يمكن وصفه بصورة من الداخل فتحت أمامنا ملفات سواء كان في الداخل الفلسطيني أو في المنطقة أو حتى على المستوى الدولي والشكر موصول للقائمين على هذه المحاضرة ولكم سادة الحضور على أبل اللقاء بكم في محاضرات قادمة شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته